اشتركوا في القناة ولاية محمد بن عبد الرحمن 1859-1873 الجيش المغربي حوالي 1870 تقديم تختلف مصادر تاريخ المغرب باختلاف مواردها لكنها تتكامل جميعها من أجل كتابة تاريخ يصمد أمام كثرة الطروحات والمساءلات النظرية والمعرفية وتأتي الرواية الشفوية أحيانا في صدارة هذه المصادر المكتوبة في تاريخ المغرب وتأتي ترجمة هذا الكتاب زمن المحلات في إطار مشروع مع ثلة من الباحثين لإعادة بعث هذه الروايات الشفوية لما لها من أهمية ليس لأنها تحمل أحيين كثيرة أخبارا ومستجدات لا توجد في المصادر المكتوبة بل لأنها تشكل مادة تكميلية في كتابة تاريخ المغرب خاصة منه المعاصر لكن تجدل الإشارة إلى أن هذه الروايات تتحكم فيها أحيين كثيرة أهواء الراوي ومصالحه ووسطه ونفوذه وطموحه وأهدافه لهذا نرى ضرورة إخضاع هذه الروايات إلى منهج علمي صارم ينقي صادقها من كاذبها أما هذه الرواية الشفوية التي أقدمنا على ترجمتها فقد توافرت فيها شروط موضوعية أكسبتها وثوقية أكبر أهمها كون الراوي الحاج سالم العبدي وأحيانا أخرى الملازم بن سديرة مواكب ومساهم في الأحداث التي رواها بدقة متناهية كونه أي الراوي يتميز بموضوعية في الحديث تظهر من خلال قوله عندما لا يكون متيقنا من شيء لا أدري أو نسيت كون الكاتب لويس أرنو كان حريصا على تدوين كل ما يقوله الحاج سالم على هامشيته أحيانا كون هذه الرواية وصفت أحداثا هامة عاشها المغرب ما بين 1860 و 1912 بطريقة لا نكاد نجدها في كثير من المصادر المكتوبة عن هذه المرحلة كون الحاج سالم العبدي كان جنديا بخاريا فإنه أعطى نظرة مفصلة عن طبيعة تكوين الجيش المغربي المعاصر كون هذه الرواية يعود تاريخ حكيها إلى الثلاثينيات من هذا القرن وهو زمن لا زال فيه صدى تلك الأحداث حاضرا في عقول وقلوب من واكبها وحضرها رغم هذا كله لا ندعي أن كل ما ورد في هذه الرواية المفصلة متفق على صحته لأن الأمر يتعلق باسترجاع واستذكار قد تحفه كثير من مشاكل النسيان أو الإهمال أو إلى آخره وهذا إشكال نظري أترك البث فيه للمختصين أما أنا فلست سوى باحث أغوتني هذه الرواية فترجمتها شرع الحاج سالم العبدي في روايته وبأسلوبه الخاص جالسا مرتاحا على كرسي فاسي مطرز وأمام كأس شاي منعنع يقول أتذكر في الوقت الذي أصبحت مميزا بعض الشيء أنه كان يحكم هذه البلاد السلطان سيد محمد بن عبد الرحمن إلا أن أحداثا هامة عرفها هذا العهد قد تغرب عن ذهني لأنها لم تكن راسخة بالشكل الكافي لقد ولدت في داري ولد الحاج العياشي بعبده وكان أبي بخاريا عبد للمولى سليمان وكنت عبدا للقائد العياشي أقدم صحبته من عبد إلى المشور ثلاث مرات سنويا بمناسبة الأعياد وأتذكر أن سيد محمد كان طويل القامة قويا ذا صدر عريض وقوي لكن رجله كانتان حيفتين وقد كان من عادته الاحتفاظ بشعر طويل مموج على الطريقة البربرية كان يمتطي ظهر بغل العارف المثقف وصهوة فارس المحارب فعندما كان خليفة لأبيه على مراكش قام بعدة حملات عسكرية فهو الذي كان قائد القوات المغربية لإمداد الشريف عبد القادر بالعون في مواجهة الفرنسيين بوادي إيسلي 14 غشت 1844 حيث هربا متراجعين أمام قصف مدافعكم وهو الذي قاد أيضا المغاربة للدفاع عن البلاد بعد أن لجأ إليها الجزائري المناضل 1847 وقد كان حاجب قصره سيموسى بن حماد والد باحمد المشهور الذي سيكون بدوره حاجبا لابنه مولاي الحسن فقد كان حاجبه من عائلة قديمة من العبيد الزنوج وكان وزيره هو السيطيب اليمني الملقب ببو عشرين وكان قائد مشواره الجلال بن حمو وكان خليفة هذا الأخير أو ملازمه أحد البخاريين السود يدعى الحاجب محمد بن يعيش جد الحاجب الملكي الحالي الذي كان كما تعلم قائد المشوار في عهد المولى يوسف وقد تميزت مدة حكمه بالحرب ضد إسبانيا 22 نوانبر 1859 حيث حاصر الريفيون وجباله سبتة وطنجة وأحدثوا عدة ضطرابات بها مما جعل الإسبان يخرجون لمحاربتهم وقد كان أصحابنا معسكرين بمعسكر عين الدالية ولا يتعدى عددهم 15 ألف رجل بما في ذلك النظاميون وغير النظاميين وعشرات المدافع يشغلها بعض الفارين من الجندية وألف فارس فقط مكونين الحرس الخاص لمولاي العباس أخ السلطان وقائد النظاميين ورغم عدد المغاربة فقد انهزمنا أمام الطلقات السريعة للبنادق الإسبانية ولا أتحدث لك عن هذه الحرب إلا عن سماع لأني لم أولد إلا بعد انتهاء هذه الحرب وقد انتبه السلطان بعد هذه الهزيمة إلى ضعف وقلة أفواج جيشه وإلى تنظيم وتخطيط الجيوش المسيحية ففكر في إمداد جيشه بجميع التعزيزات من أجل ترميم وخلق جيش قوي يحمل هذا الإثم وهكذا فتح مخازنه ووزع الأموال والأسلحة والألبسة وأرسل طلبات للحصول على البنادق والتموينات من إنجلترا كما نظم مصلحة خاصة بالمخابرات مركزا رجالاتها في الميناءات والمدن الكبرى من أجل الإخبار بكل ما يروج في البلاد وهكذا أصبح الجيش والمخزن يحتلان مكانة وأهمية أكبر بالنسبة للعرش وسأحاول أن أصف لك وضعيتها الجيدة سنة 1285 هجرية 1868 ميلادية لقد كان الرجال الذين يحاربون ويرافقون السلطان في الحملات ضد القبائل الفوضوية ثلاثة أنواع فقد كان هناك النظاميون والجنود الرسميون أي العسكر ثم رجال المخزن أو المسخرين الذين كانوا لا يحملون البنادق والبارود إلا عندما يخرج السلطان إلى الفراك هامش الفراك نطاق من الخيام تعزل فيه خيام السلطان في مجموعة خاصة ثم في الأخير يأتي مجندوق القبائل العرضيون أعدادهم غير قارة ولا يلتحقون بصفوف الجيش إلا في الحالات والدعوات الخاصة إن العسكر الذي تكون مجموعاته ما يسمى بالكيش يكون دائما في حالة استعداد للمعارك ويقتل رجاله في القصبات مجهزين وموونين من الخزينة ويأتي هؤلاء الجنود في الأصل من القبائل المخزنية التي يعهد لها بمجموعة من الامتيازات منها إمداد السلطان بالوحدات العسكرية التي يكون عددها محددا أو متفاوتا حسب أهمية القبيلة وهذه القبائل هي أولا لودايا المكونة من ثلاث مجموعات كما تعلم الأولى قرب وادي سابو الثانية بقصبة الرباط والثالثة بحوز مراكش ثانيا أشراغة من أصل عربي أتوا من المشرق وأكبر فخدة فيهم هم أولاد جامع الموجودين في الجهة الشمالية لفاس والمكونين لأكبر عدد من العسكر حيث يفوق عددهم جميع باقي الشراغة حتى إنه أصبحنا نحن أصحاب المخزن لا نفرق بين أولاد جامع واشراغة ثالثا الكيش تنتمي لشراردة المحسوبة على أولاد دليم الشبانات وعدة قبائل أخرى رابعا وفي الأخير يأتي البخاريون الذي أنتمي إليهم والذين يقضون حياتهم في الجندية خامسا كما يوجد أيضا جيش صغير مكون من رجال سوس أهل سوس المستقرين بسهل سايس قرب صفرو لكن لا أتذكر مؤسس هذا الجيش هل هو سيد محمد أم مولاي الحسن ولا يجب أن تظن بأن قبائل المخزن هذه التي أشرت إليها سابقا تبعت مئة أو مئتين رجل سنويا من أجل تكوين العسكر ذلك أمر كان واردا في البداية أما مع توالي الأيام فقد أصبحت الجندية حرفة وأصبح أبناء الجنود يشكلون خلفا لآبائهم من أجل الحفاظ على التوازن فقد كنا جنودا أبا عن جد حيث كانت العائلة إذا كان لها أولاد ذكور ترسل أحدهم إلى العسكر والآخر إلى فرسان البخاريين والثالث إلى المخزن في هيئة معينة وكان السلطان لا يلجأ إلى طلب الجنود من القبائل الخاضعة إلا في الحالات الخاصة حيث يأمر ببعث العديد من الجنود إلى فاس أو مراكش كما كان هناك مورد آخر للحصول على جنود للعسكر المخزني فقد كان العبيد يشكلون مجموعتين الأولى تسمى طابور عسكر العبيد حيث تضم العبيد الذين كانوا يستحقون السجن ثم الصعاليك منهم المسجلين بصفة رسمية الثانية البخاريين ذوي السيرة القبيحة لكن هؤلاء الأخيرين يتم الاحتفاظ بهم لفترات غير محددة لا يفقدون حقهم بصفتهم أحرارا خاصة العبيد العاطلين الذين يزعجون القصر وكان من عادة القواد الأغنياء للقبائل الكبرى دكالة عبدة متوقة جلاوة إهداء عدد مهم من العبيد والخدم إلى القصر في الأعياد الكبرى ولقد أحصيتهم بالمئات في بعض أيام الهدية فقد بعث المتوقي يوما إلى مولاي الحسن مجموعة من العبيد تقدر بمئتين فرد وقد كان القائد العام للجيش هو محمد الشرقي أما الذي كان يحكم كل خيالة وفرسان المحلة والفرسان النظاميين وغيرهم فهو قائد الرحى من أصل تركي وسيحتفظ بهذا المنصب حتى عهد مولاي الحسن في الأيام العادية كانت توزع بعض التجريدات من الجيش النظامي في الميناءات والمدن التي لا يقتنها السلطان مثل الرباط مكناس تازة حيث ركز سيد محمد مخازنية كانوا من قدام جنود أبيه أصبحوا منخريطين في سلك الشرطة ورجال الدرك وكان مجموع العسكر الملازم للسلطان في حله وترحاله سواء إلى فاس ومراكش يضم فيلقا من 1800 إلى 2000 من المشاة تحت قيادة الحاج عزوز الفاسي الذي كان ممسكا بقصبة بوجلود وقصبة فيلالة بفاس وكانت له في مراكش قصبة كبيرة قرب باب الملاح لم يبقى لها وجود فيلقا من الفرسان البخاريين يتراوح عددهم ما بين 500 ألف تحت قيادة الحاج عبدالقادر البخاري المستقر في فاس بقصبة أشراردة كما تضم القصبة نفسها جنود القائد المشهور الحاج منه المتراوح عددهم ما بين 1200 و 1500 من المشاة و 500 فارس أما مختلف أبراج فاس البسيون أي البرج الشمالي والبرج الجنوبي وبرج سيدي بنافع وبرج الشيخ أحمد فقد كانت تحت قيادة فيلق مكون من 500 راجل تحت قيادة ابن المختار وسيركز مولاي الحسن معملا للسلاح مكينة قرب القصر في المشور القديم بين باب السجمة وباب ذكاكين تحت مراقبة معسكر طابور العبيد نحو 400 رجل وقيادة القائد صالح بن الحايت وقد كان قائد الرحى رئيس الفيلق يتقادى 250 فرنك يوميا إضافة إلى عدة قروش من راتب بعض الجنود الذين لا توجد منهم إلا أسماء على الورق ومن أسلحة مطلفة وهدايا مختلفة مما يجعلني أقول دون أدنى شك أن راتب قائد الرحى يساوي الآن 30 إلى 50 فرنك وكان راتب قائد المئة قائد مجموعة من الجنود مكون من 100 جندي يساوي 2 إلى 4 قروش يوميا في حين كان راتب الجندي العادي فلسا واحدا في اليوم وعليه تدبر شؤونه في باقي مصاريف غدائه حيث يتلقى الإمدادات من عائلته أو قبيلته أو أن يسرق من هنا وهناك ولا يعيش في أغلب الأحيان إلا على الحركات وقد كانت تعطاه أسلحته بوشفرة بندقية من الحجارة استبدل في مرحلة لاحقة بالبندقية المدهنة والبندقية البلجيكية ثم الحرب تافلة بغمدها أو دونه وقد كان الجنود كلهم تقريبا يحملون خنجرا بجانب أحزمتهم حيث كانوا يشترون هذا السلاح المميز لهم باعتبارهم رجال بارود ولم تكن هناك بدلة عسكرية حقيقية بالمعنى الذي يعطيه الروميون الغربيون فقد كان البعض منهم يلبس البلاغي وفي حالة المشي للحروب كان الكل يمشي حافي القدمين بالستناء ذوي الرتب العالية المقدمين الرقباء جمع رقيب والخلفاء أي الملازمين وكانت البدلة الأكثر ارتداءا سروالا فضفاضا من كتان ثوب أزرق يعطيه المخزن للجنود مع معطف في لون الراية أخضر أزرق إلى غير ذلك وقفطانا مقطوعا إلى المنكبين ولم يكن باستطاعة الجندي أن يعيش في راحة تامة حيث تتعدد الحملات والحملات المتعاقبة إذ يوزع المخزن الرصاص المستدير الأصفر عن عيار البندقية على الجنود وقد كان عدد الرصاصات يتراوح ما بين الخمس والست وكان البارود يباع بالتقسيط في علب من ورق محزومة يحتفظ بها المحارب في قرابة إذا توفر له أو في وعاء من خشب ورغم مجهودات القادة ووجود محاربين ماهر في الجيش فإن التمارين أي المناورات العسكرية لم تكن تسير بشكل منظم بسبب التغيبات المستمرة للجنود لأسباب مختلفة وفي الحقيقة فقد كان الجنود يمتهنون حرفا أخرى من أجل العيش وإعالة عائلتهم خاصة أن عددا كبيرا منهم كان متزوجا بل كان بعضهم يبيع سلاحه ويتخلى عن سلك الجندية لكن عادة ما نجدهم في الصفوف منتظمين حين كل انطلاقة بمندقية الله وحده يعلم مصدرها وإلى جانب العسكر كان هناك المسخرين رجال المخزن الذين كانوا كلهم تقريبا في المحلات على صهوات الجياد هندامهم مغربي عادي قفطان ملون وفرجية غالبا ما تكون رقيقة وشفافة وسلهام غليظ وشاشية حمراء مقرنة مديلة في الأخير ببلوطة من حرير سوداء وكان لقوادهم نفس الهندام لكن كانوا يتميزون عنهم بإدارة عمامة بيضاء غليظة حول الشاشية وقد كان لهم نفس سلاح العسكر أحدثك هنا عن الرجال دو الخناجر الكميات وليس عن الوزراء والكتاب والمثقفين رجال أشكارة أشكارة محفظة من جلد توضع على الحزام مشدودة بحبل من جلد أو غيره إلى العنق فهؤلاء لم تكن لهم علاقة بالحروب حيث كانوا لا يحملون إلا أقلامهم القصبية الرقيقة الرأس وكان هؤلاء المسخرين يأتون من نفس القبائل المخزنية حيث يتوارثون هذه المهنة أبا عن جد فقد كانوا يجتمعون متأهبين للإنطلاق في حركات تحت قيادة قائد الرحى مكونين مجموعة مهمة بعض الشيء 1500 من البخاريين و500 من الوداية و500 من الشراغة و400 من أهل سوس وقد كان هؤلاء المسخرين خلال الأيام العادية موزعين في مختلف أجنحة القصر مروضي خيول سعاه منظفي إسطبل الخيول والبغال مشيدي خيام أصحاب سلاح معدي أسرة معدي شاي مهيئي ماء نظافة السلطان وعندما تكون هناك حركة ماء فإنهم يأخذون أسلحتهم ويصحبون السلطان حيث يبنون من خيامهم دائرة حول الفراق مكونين بذلك حزاما أمنيا قويا أما في المدن الكبرى فقد كانوا يعيشون مع عائلتهم في أنوايل أنوايل نوع من السكن يبنى من قصب وطين أما في المدن الكبرى فقد كانوا يعيشون مع عائلتهم في النوايل مجتمعة أو في دور أو منازل مجاورة لدار المخزن إنهم في ملك السلطان وأبناؤهم في خدمة المخزن سواء في سلك الجندية أو في أحد أروقة المسخارين أو سواء اشتغلت في تيانهم لدى العائلات المخزنية أو داخل القصر لكن سيد محمد الذي كان يريد جيشا كثيرا وقويا لن يتأخر في ملاحظة أن عدد المسخارين غير كاف فقد أحصاهم يوما ولم يجد عددهم يتعدى الألف فقط وكان يذهب نصفهم في حين يبقى النصف الآخر قارا للحراسة أو للعمل داخل دار المخزن في غياب السلطة ولهذا فكر في خلق قبائل تسمى النايبة مهمتها تزويده بالجنود فارس مسلح من كل عائلة وكانت تسمى حركات هذه القبائل النوايب وكانت تأخذ مكانها بجوار المسخارين حول الفراق يتشكلون من قبائل عبده ودكاله وارحامنه والمنابه لكن هؤلاء الوافدين الجدد لم يكونوا محط رضا المسخارين الرسميين الذين يتباهون بشاشياتهم ويعتبرون أنفسهم عمدة السلطة في البلاد أليس تقريبا من درجة القواد أليس منهم يختار السلطان موظفيه والحاجب الملكي وقائد المشور لهذا كانوا يتجاهلون فئة النوايب إلا أنه عندما تتحدث البناذق تكون الحاجة إلى النوايب أكثر حيث يوضعون في الأماكن الأكثر اشتعالا في الحرب وأذكر أن هؤلاء الأقوياء كانوا أكثر شجاعة من المسخارين وقد كان أول من لبى نداء السلطان من هذه القبائل أرحامنه الرمات الأقوياء والأغنياء فقد كانوا دائما في حرب بضواحم الراكش وكان منهم الفرسان والخيول القوية دائما محيطة بالسلطان وبعد مدة اللاحقة سوف تعمل كل قبائل الحوز عبده والمنابهة وأحمر وحربيل ودكالة على إرسال أنصاف المسخارين إلى قاعدة المخازنية وقد كانت هذه الطريقة وسيلة جيدة لتقوية المخزن واستتباب السلم في جنوب البلاد هذا إذن كل ما يتعلق بما هو نظامي في العسكر والمسخرين أما بالنسبة للمدفعية فقد كان هناك طابور مكون من أربعمائة مدفعي والجنود المسمى طابور الطبجية أو المهندس مكلف بالثماني أو العشر مدافع التي كانت تتبع المحلة وقد كانت هذه المدافع المختلفة الأنواع تحمل بشكل مسهم على ظهر الجمال كما كانت هناك مدافع صغيرة خاصة بالجبل تملأ من أفواهها لكن المغاربة لم يكن منهم ميل وإتقال لتشغيل هذه المدافع حيث كان يتولى تشغيلها بدلهم بعض المرتدين العسكريين الإسبان ولم نكن نعد من المغاربة سوى معلما واحدا يدعى إسماعيل في تجريدة المدفعيين في الرباط يستدعى في الرماية والإصلاحات وقد كان عدد هؤلاء المهندسين أو الجنود المهارة حوالي ثلاثون فرضا محسوبين على طابور المدفعية وتتحدد مهمتهم في توضيح طريق أمام المحلة حيث كان عليهم معرفة جميع الطرق والممرات والمعابر والمسالك وعيون المياه وتحديد أماكن التعسكر وكان الجيش يسير بتوقيت مضهوط حيث كان هناك موظف خاص الموقت مهمته ضبط التوقيت بساعة يحملها في المستودع وكان على هؤلاء المهندسين أيضا تصطير تصاميم الجهات التي ستمر بها المحلة والتعرف على الأحوال واستباق الطابور من أجل معرفة حالة الأودية والتغيرات التي لحقت المسالك والمعابر وكانوا لا يشاركون في الحروب إلا أن هذا لا ينفي أنهم دائما كانوا مسلحين مثل باقي الجنود الآخرين وكانت فئة الخيالة لا تتميز عن باقي مكونات العسكر التي وصفتها ففي الطريق أي طريق المحلة كان المشات والخيالة يسيران مع المتبادلين الإعانة وفي بعض الحالات الخاصة أو القيام ببعض العمليات المتعددة يجمع كل الخيالة 1500 إلى 2000 نظامي ويضاف إليهم فرسال القبائل التي سأحدثك عنها بعد قليل تحت قيادتي وتعليمات قائد الرحى الغوجة أما البحرية العسكرية فلم تكن موجودة كما هو الشأن عندكم فقد كانت هناك بعض المدفعيات فقط وفرقاطة أو فرقاطتين بالعرائش لا تفيد في شيء خاصة أنه لم يكن لها ربابنة وبحارين مستعدين لقيادتها كما لم تكن هناك أيضا مصالح طبية في عهد سيد محمد ولم نجد أطباء في المحلة إلا زمن مولاي الحسن مع قدوم الأطباء الفرنسيين الأوائل إليناريس وجيفري الذين كانوا يحضيان باحترام وحب كبيرين كما كان هناك أيضا عالم يدعى مولاي أحمد الزواق يعتني بفئة المهندسين ويقدم علاجاته أثناء الحملات وأثناء التوقفات كان الجنود يلجأون إلى المداوين التقليديين هكذا كانت تركيبة الجيش المغربي في هذه الفترة إلا أنهم يجب أن نضيف إلى هذه المجموعات النظامية الوحدات العسكرية للحركة فعندما يقرر السلطان بعث حملة ضد هذه القبيلة أو تلك يعين حركة أو حين يريد الذهاب من فاس إلى مراكش سكناه الرسميين مرورا بالرباط فإنه يكون واجبا على قواد القبائل الخاضعة المشعرين من قبل بعثي وحداث عسكرية محسوبة من الحركة لتأمين وتقوية طريق المخزن ويكون القائد عادة هو الذي يتولى قيادة رجال قبيلة المتراوحة أعدادهم حسب أهمية القبيلة وهكذا كان يصل عدد دقالة إلى ألفين رجل وكانت عبدة تبعث خمسة آلاف رجل وأحمر مائتين وخمسين والشياظمة خمسمائة وحاحة ألفين وزمران خمسمائة وارحامنة ألفين والشاوية ثلاثة آلاف وبني مسكين ثلاثمائة واشترارضة وكان السلطان لا يرغب إلا في فارس واحد لكل خمسين كانون أي منزل لكن كنا نبعث ما كان بالمستطاع وكان بعض الناس يستبدلون أو يقدمون الأموال للقواد من أجل إعفائهم وكان بعض المشات يتفرغون منذ المراحل الأولى للحركة راجعين إلى أراضيهم وقطعانهم لقد كانوا في حقيقة الأمر جماعة من المحاربين المترددين الذين يوضعون في الحراسة الأمامية وعلى جوانب المحلة وكان المخزن لا يفكر كثيرا في ماءونة وصيانة مجموعات الحركة لأن القبيلة هي التي كانت تدفع المال الكافي لكل فرد جندي طول مدة الجندية حيث كانت كل فرقة تصرف الأموال على عدد الفرسان والخيول التي بعثت بها وقد كان القائد هو خازن وممون مجموعته دون أدنى مراقبة وبما أن الجنود هم المعول عليهم في قوة المخزن فإنهم يكونون هم الصباقون إلى الاستفادة من خدمات القبائل وكان القائد أحيانا يعطي منذ الانطلاقه مصاريف كل الطريق لكن النتيجة تكون دائما نفسها حيث تنهب الأموال منذ المراحل الأولى وحول معذكر السلطان كانت تتجمع القبائل يمينا ويسارا حيث تضرب خيامها على بعد من هذا الأخير وقد كان الفراك يضم خيام السلطان المزينة في أعلاها بالكرات الذهبية والمحاطة بخيام الوزراء والكتاب والمسيقيين وكانت خيام المسخرين تشكل حول هذه النقطة الوسطى مربعا مغلقا صعب الاختراق بداخله خيول السلطان وبغال الموكب والمدافع وليس بعيدا عن هذا المكان يتجمع الجنود داخل خيامهم الجلدية حول خيمة العلاف أو وزير الحرب كما يوجد طابور عسكر العبيد أقرب ما يكون إلى المعسكر السلطاني وسأقول لك السبب في ذلك فقد كان السلطان يصحب معه أثناء الحملات عددا من النساء ثلاثين أو أربعين يوجد منهم الخدم والجواري وعشرات الخصيان إنها داره المتحركة بالأمتعة والجواهر على ظهور البغال التي يحرصها هؤلاء العبيد السود والحال أن العبيد الزنوج وحدهم عادة هم الذين لهم الحق في رؤية النساء غير المحتجبات وعندما يكون هناك إعصار أو رياح شرقية قوية تتحرك من جرائها جوانب الفراق تستقدم وبسرعة أفواج العبيد حيث يبقون معلقين على جبال الفراق طول مدة هذا التقسي المضطرب وإذا سقط أو رفع الفراق لم يكن من اللائق لغير المسخرين البيض رؤية مقر إقامة السلطان ولهذا السبب بالضبط كان طابور عسكر العبيد المرافق دائما لبغال نساء القصر والخصيان وأمتعة السلطان لا يطالع بأي دور عسكري مهم وعندما تريد امرأة أو أحد الخصيان التوقف في الطريق لقضاء الحاجة فإن المقدمة يعمل على بناء خيمة صغيرة من الكتان تضوى من بعد بواسطة عبدين مكلفين وكانت صفات العبيد ناقصة فأحيانا عندما يهجم على الموكب الذي يحرصون ولا توجد له الأموال ولا نساء فإن رعبا كبيرا يمتلكهم وعادة ما يكون بين معسكر الجنود والمسخرين سوق متنقل تعرض فيه كل السلع واللحوم والتوابل وقطع الثوب والشموع والسكر والشاي وسلع اليهود بل حتى النساء اللواتي يخففن ويرفهن على الجنود بأغانيهن ورقصاتهن ولم يكن هناك نظام معين لسير المحلات فعادة عند عبور أراضي القبائل الثائرة تتكلف وحدات القبائل بأخذ القيادة من أجل إجلاء كل المخاطر على جوانب المحلة لكن عندما يخاف من المفاجآت من الخلف خاصة من القبائل البربرية تعطى الأوامر لهذه الوحدات بالرجوع إلى الخلف وعندما تكون هناك حروب ما فإنهم يكونون دائما في الصفوف الأمامية وبما أنهم قد تعودوا على ذلك فإنه ليس ضروريا أن يتدخل النظاميون لإعانتهم والحسم في الصراع وقد كانت تسير الحملة تحت حمايتهم في السهول حتى إنك تخالها بحرا بشريا أمواجه تتلاط متباعا مشاتا وفرسانا وعندما تمر هذه الأمواج يظهر السلطان في الوسط خلف خط حاشيته تحت مضلته وموسيقيه الذين يغنون خلال الثلاث ساعات من الرحلة متقدما بذلك المسخرين الشراكة والوداية والقواد والضباط أما أسلحته فكانت قريبة منه عند من هو مكلف بذلك وخلفه يوجد الحاجب والوزراء والكتاب فوق البغال والرمات بمدافعهم وأفواج باقي المسخرين مشاكلين بذلك حزاما أمنيا للموكم وتبعا لطبيعة المناطق والقبائل المعبورة فإنه يحاط أيضا بطابور الزنوج وما يحرصون سواء في مقدمة الأفواج أم خلفها أما فيما يتعلق بالأسلحة والتموينات فإن سيد محمد كان يستقدمها من إنجلترا لكن لم يكن بالإمكان لكل الجنود الحصول عليها خاصة الرجال وحدات القبائل الذين كانوا يأتون بأسلحة قديمة متوارثة أبا عن جد من مسالح فاستيطوان مكناس حيث ظلوا متوفرين دائما على بنادق من الحجارة تملأ من الأنبوب وحتى لا تزيق الرصاصة من المستديرة من مكانها فإنها كانت تلفف بشيء من الصوف في قطعة من برنوس أو في حشو نخلة قصيرة تسمى الليفة في حين يأتي الباقي من الحملة بدون أسلحة أخرى غير الخنجر أو المطلقة وكان بعض الفرسان يحتفظون برماحهم التي قد تفيدهم في الهجوم على الأعداء ولم يكن سيد محمد مهتما كثيرا بمسألة التسلح حيث لم يقم بأي مجهود لتطوير هذا القطاع في حين أن ابنه مولاي الحسن هو الذي عامل على بناء معمل للأسلحة بفاس من أجل صنع المدافع والبنادق والعتاد 1286 وكان يسمى المعمل البكينة وقد بني المشور القديم في باب السكمة وباب الدكاك حيث تشتغل عدة آلات تحت إدارة الإيطاليين الذين جاءوا لهذا الغرض فكان يخرج من هذا المعمل الرصاص والمدافع والبنادق والنقود حيث كانت تسك بها أيضا النقود التي تلعب دورا حاسما في الحرب وقد كانت دائما الأشياء الجديدة تواجه بعراقيل تحول دون انتشارها في المغرب فمن أجل صنع سلاح واحد كان لابد من مكينات أي مصانع كثيرة فإلى حدود عهد مولاي عبد العزيز كان البارود يعطى للجنود في علب من الورق ولا زالت هناك بنادق قديمة لا نريد إطلافها كما كانت هناك أعداد مهمة من البنادق العادية والخفيفة العصرية وزعت بشكل عشوائي وقد كان هذا التنوع في الأسلحة يفرض بالمقابل تنوعا في العتاد وبما أن الأعتدة الخاصة كانت ناقصة فإن البعض فضل الرجوع إلى بنادق آبائه التي كانت تطلق طلقات لا بأس بها لكن بمعدل طلقة واحدة من عشر طلقات من بنادقكم أما فيما يخص تغذية هذا العدد الهائل من الرجال فلم يكن هناك مورد القار للمؤونة أو مخاز فعندما كنا نعبر إحدى القبائل الطائعة فإنه كان عليها تقديم المؤونة أما إذا عبرنا منطقة عدو أو ثائر فإن كل واحد من الجنود ينصرف نحو قطعان الأغنام والدجاج ومخازن الحبوب حيث كنا نجمع كل ما نجد أمامنا وقد كانت محلة السلطان تمر بأراضي القبائل الخاضعة أحيانا لأنها كانت تحمل المخزنة على كواهلها المتعبة وقد كانوا يمدون المخزنة إضافة إلى ذلك إما بالعسكر أو المسخرين أو النقود أو وحدات الجنود غير النظامية وكان عليهم أيضا تغذية عدة آلاف من الرجال طول مدة إقامتهم على ترابهم مما جعل القبائل البعيدة تفضل الانشقاق وتكوين بلاد السيبة حيث تحدث حروب بين الفينة والأخرى مما يخلف مشاكل مستعصية تجلب الخسائر للطرف المنهزم لكنها أهوى وأقل كلفة من ضرائب المخزن ومن أجل إنهاء قصة سيد محمد سأضيف بأنه كانت هناك ثورات كبرى قليلة في هذه الحقبة وكان الناس مسرورين وسعداء فقد كان القمح متوفرا في المخازن حتى الفئران كانت تأكله ولا تلجأ إلى قضم جلود سروج الخيل وأذكر أنه في سنة 1285 هجرية 1867 ميلادية حين استضاف سيد محمد سلطانكم نابوليون الثالث بعث بعض المغاربة برئاسة أحد وجهاء فاس الحاج محمد بن العربي القباج إلى معرض بقصر كريستال بسروج مطرزة وأحزمة فاسية مزيانة بالذهب وزاراب جميلة جدا ورغم ذلك فإنه كانت تبعث حملات اعتيادية لزمور والرحامنة المستعدين للتمرض والعصيان في كل وقت وكذلك إلى قبائل بن موسى بتادلة حيث كان يؤتى منها بخمسين قتيل وسبعين سجين وكان السلطان لا يغادر القصر إلا قليلا تاركا لأبنائه مهمة تسيير هذه العمليات الصغيرة مرتاحا بصفة خاصة لجنوب البلاد تحت حكم ابنه المفضل وخليفته على مراكش مولاي الحسن وبعد مدة وجيزة من بعث الحملات إلى قبائل تادلة 1873 ميلادية توفي فجأة سيد محمد في قصره بمراكش ولم يصدق الناس هذه الوفاة المفاجئة لهذا الرجل العالم المحبوب وقالوا بأنه قد شرب حريرة سببت له في إسهال حاد ولعل المقصود بذلك عندهم أنه مات مسبوما ولكن ذلك أمر لا يعلمه إلا الله وحده